طيب غششنا بقى ايه الفيديو اللي انت شغال عليه الجديد؟ الفيديو اللي انا شغال عليه الجديد هو فيديو فيه غموط جامد جدا قصة سيدنا إدريس وعلقته بالأهرامات وبناء أبو الهول وحاجات كتير قوي فيديو من الفيديوهات اللي انت من شعب تقولي لي ايه الحاجات اللي بتردد الحاجات اللي بتردد أعملها ده واحد من الفيديوهات دي ولكن خلاص بعد ما جمعت المعلومات الكاملة بالأدلة بكل حاجة قررت أن أنا لازم أعمل الفيديو ده عشان أوصل للناس معلومات جديدة ومهمة طب المعلومات التاريخية بتجمعها من فين؟ مصادر بقى يعني هتلاقي دايما في المعلومات التاريخية فهتلاقي مصادر تاريخية مصرية موجودة من سنين السنين يعني دي بتجيبها ودي مصادر موصوقة يعني أي حد عايز يجيب أي معلومات لو دخل بحث مثلا على جوجل كمسال هيطلع لك مصادر كتير جدا تبدأ أنت تبحث في كل مصدر هل المصدر ده موصق منه ولا الناس بتشكك فيه تبدأ تجيب المصدر وعلى عهد ترى والله يا جماعة تذكر في الكتاب الفلاني والكاتب الفلاني كذا 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 خلاص هو اللي بيتفرج عليك شاف المصدر يقدر يبحث هو بقى بطريقته ولو عنده معلومة يضفها يتفضل طبعا يعني ممكن حد يضف لك معلومة على فكرة جديدة عن الموضوع أكيد